حسب رواية عائشة قال اللهم إنما أنا بشر فأي ممرئ لعنته أو سببته فاجعل ذلك له زكاة زين فإذا النبي لما سب معاوية أو لعنه أو ذمه كان النبي مخطئا والعياذ بالله معاوية ما كان يستحق مثل هذا من النبي فإذا ندخل هذا السب هذا اللعن هذا الذم النبوي ندخله في الماكنة البكرية بالماكنة البكرية قائمة عليها عائشة فيرح يتحول هذا السب واللعن والذم إلى مدح وفضيلة لمعاوية وزكاة له فيدرج هذا الحديث تخيل في صحيح مسلم في باب فضاء المعاوية يقول لك هاي ففضاء المعاوية إذن ماذا علينا أن نفعل الآن كل من لعنه رسول الله أو ذمه أو أدانه نقول عنه رضي الله عنه وأرضاه فحولنا شوف الدين شون انقلب الملعون على لسان سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله يصبح ماذا طيبا طاهرا زاكية زكية وأحيانا العكس أحيانا العكس أنه من يمتدحه النبي صلى الله عليه وآله يقلبونه إلى مذموم يعني النبي امتدح القوم الذين صلوا أو سيصلون على أبي ذر رضوان الله تعالى عليه وصفهم بالصلاح وكان منهم من مالك الأشتر النخعي رضوان الله تعالى عليه زين ما عجبهم مالك الأشتر الحديث أيضا صحيح ما عجبهم مالك الأشتر ليش لأنه كان رافضيا أجلب على عثمان هو من جملة قتلة عثمان وقاتل مع أمير المؤمنين عليه السلام عائشة وقاتل معه معاوية وقاتل معه الخوارج وكان من أعلام الرفض معروف يعني مالك الأشتر ما عجبهم راح يحولون حديث النبي الذي يشمله هو بالصلاح بالمدح يحولونه إلى معنى آخر ويقولون إن هذا الأمر كان يعني مثلا مرتبطا بحال الصلاة على أبي ذر لا يتعداه إلى غيرها من حالات